مجلس التعاون اختتمت قمة الظروف الدقيقة قمة الكبار التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض تأكيدا على اهمية المنظومة والسعي الجاد لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بحضورهم على استمرارها وتطورها هذا المجلس الذي يحتفل تقريبا باربع عقود من الزمن حققت العديد من الانجازات طوال الاربعين سنة الماضية هذا المجلس هناك اعتقد قناعة لدى القادة ولدى زعمة في دول المجلس تعاون في دول المنطقة ان يستمر هذا المسير وان تستمر المسيرة الخليجية لغد مشرق رغم الحملات الاعلامية القطرية وجهود نظام الدوحة لعرقلة مسيرة المجلس الا ان هذه المنظومة راسخة باقية بفضل حكمة خادم الحرمين شريفين واخوانه هذه القمة كانت في وقت عصيب وكانت ايضا فيها كثير من اللغط ومحاولات لتشتيت جهود القمة والقائمين عليها للأسف بعض وسائل الاعلام المغرضة المعروفة التي كانت تسعى منذ البداية بالتشكيك دور هذا المجلس منها الجزيرة وغيرها من القنوات اللي احنا نعتبرها قنوات سامة للمجتمع طبعا اليوم نحن لما شفنا قيادات دول الخليج الدول الاساسية لهذا المجلس نستشعر ونحس باهمية الدور اللي يقومون به في دعم ركائز الامن والاستقرار والاقتصاد يعني ملفات المجلس كثيرة ومهمة جدا لنا كخليجيين وكدول الخليج خاصة مع الهجوم والكلام الكثير الذي يدور حولنا من فتان ومشاكل وايضا الطمع الموجود من ايران لهذه الدول والاشكاليات الموجودة في اليمن كل هذه تدعونا اننا نتحد اكثر ونكون يد واحدة حتى نصل الى بر الامان بالواقع ان كلمة يعني السمو امين الكويت الشيخ صباح احمد صباح كانت موضع اهتمام موضع تقدير من القادة الخليجيين وهي تعبر عن حالة القلق الامني التي تعيشها المنطقة بسبب الحملات الخارجية نستعزف امن واستقرار المنطقة وخاصة من الجانب الايراني فضلا عن الموجات التطرف والتشدد والارهاب التي ايضا تهدد امن واستقرار الدول مجلس تعاون الخليجي وقد اكد البيان الختامي لاعمال الدورة على ضرورة التمسك بهذه المنظومة الجامعة لتحقيق الامن والاستقرار ومواجهة التحديات اعتقد ان البيان الختامي جسد المسار الطبيعي للسياسات التي انتهجها المجلس منذ نشته حتى الان وهي عدم الذهاب به بعيدا نحو السياسات التي تفرق اكثر مما تجمع شعوب منطقة عاشت لفترات طويلة في انسجام كامل من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كما اكد البيان الختامي على ضرورة البناء على ما تحقق من مكتسبات في اطار المنظومة الجامعة قمة مجلس التعاون الخليجي بدورة التسعة وثلاثين منشوف انه كأنه عن جد تستعيد شباب هذه المنظمة الاقليمية بتركز على ثروتها من اجل مجتمع عربي اكثر رفاهية وامانا واستقرارا اكا على المستوى الاجتماعي المستوى السياسي المستوى الامني وحتى ايضا في مواجهة ظاهرة الارهاب التي تشتاح العالم ارتحت انا عن واكب هيك قمة عربية وتمنيت لو انه لبنان بلدنا ينتمي الى هكذا منظمة تعمل بوحدة وحدة على طريق وحدة السوق الموحدة العملة الموحدة التوجهات الموحدة الاهداف والطموحات الموحدة من اجل وحدة عربية مواطن عربي واحد بهم ومشاكله وبتطلعاته ايضا بتحقيق طموحاته وسيبقى مجلس التعاون رغم الحملات والاساءات والسياسات الهدامة التي تستهدف استقراره وبقاءه سيبقى البيت الجامع للشعب الخليجي الواحد ولمن يريد خيرا للمنطقة قمة تنعقد وسط ظروف ومتغيرات متسارعة تمر بها هذه المنطقة لكنها تؤكد بشكل قاطع السعي الحثيث لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المضي بهذه المنظومة الجامعة والتأكيد على ثباتها ورسوخها رغم كل التحديات والظروف عبد الرحمن المدفع لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين من قاعة المؤتمر بقصر الدرعية الرياض